كيف تقيمين التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب على مدار السنوات الماضية خاصة بعد تصنيف هذه الجماعة جماعة إرهابية وهذا النجاح الذي تحقق في منع الارهابيين وفي منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؟ كيف تقيمين هذه التجربة؟ في الحقيقة الفرنسيون على دراية تم بمدى التزام مصر بمحاربة الإخوان المسلمين وتطرقنا كثيرا لهذا الموضوع ولهذه المسألة وأعترف أننا لا نعمل بالطريقة ذاتها ولا أحكم على طريقة مصر في إدارة هذا الملف لكن عندما يكون لدينا عدو فيجب أن نشير له صراحة ويجب كذلك أن نمنعهم من التسلل إلى مجتمعاتنا فأنتم لديكم سياق خاص ووجدتم آليات للتصدي لهم ولن أحكم على طريقتكم لكن عدونا مشترك نحن وأنتم وهم الإخوان المسلمين ويمكن أن نسني على ريادة مصر في محاربة الإخوان فمصر تميزت في حربها هذه